بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر في الدروس الإثرائية لمادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث معكم المؤلم علي بن محمد الأحمري درسنا اليوم هو الدرس الإثرائي الثاني بعنوان إثراء ثنان حسناً ننتقل يا أحبتي إلى التدريب الإثرائي الأول هيا نقرأ يا أحبتي أريد منكم قبل أن أقرأ أنا لكم أريد منكم أن تقرأوا وتفهم المطلوب أريد منكم يا أحبتي في البداية كالمحتاج أن تقرأوا المطلوب من السؤال ثم بعد ذلك تنتقلوا إلى التدريب وتتعرفوا على المطلوب الذي في السؤال أين يوجد ثم التنفيذ يكون مع المعلم سوياً بعد انتهاء الوقت فقط الآن سأعطيكم دقيقة واحدة لقراءة السؤال فهم المطلوب وكذلك قراءة الكلمات هيا أحبتي دقيقة ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنتهى الوقت يا أحبتي هيا بنا نقرأ المطلوب سوياً لنتأكد من فهمكم لا أغير الحرف الملون بحرف مناسب من الأحرف المقابلة ثم أضع الحركات على الكلمة الجديدة لاحظوا أغير الحرف الملون هذا هو الحرف الملون في هذه الكلمة هذا هو الحرف الملون في هذه الكلمة وهذا الحرف الملون المطلوب تغيير هذا الحرف في كل من هذه الكلمات الثلاثة من الأحرف المقابلة أختار من أحد الأحرف المقابلة ما يناسب هذه الكلمة وأستبدله بالحرف الملون ثم بعد ذلك بعد كتابة الحرف الجديد بدلاً من الحرف الملون في هذا الفراغ أرسم وأضع الحركات على الكلمة الجديدة نلاحظ يا أحبتي ونقرأ الكلمة الأولى على على هذا هو الحرف الملون حسناً نستبدله بأي حرف نقول علز علم علت ما رأيكم بالحركات الحالية ع لا هل هناك حرف مناسب نعم حرف الميم حسناً نكتب الميم بدلاً من الحرف الملون كما هو مكتوب أمامنا على والحركة هنا تنوين الضم علم علم حسناً الكلمة الثانية في في حسناً نستبدل اللياء فنقول فه فط فم هل هناك حرف مناسب للكلمة بحركاتها الحالية؟ لا إذن نحاول نغير صوت الكسرة في في لمثلاً فتحة ف ف فط فم هل هناك حرف مناسب؟ نعم فم كلمة جديدة نكتبها فمن 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 لاحظوا غيرنا حركة الفا إلى الفتحة والميم وضعنا عليها تنوين الضم حسناً الكلمة الثالثة عن حسناً الآن عن هذه نستبدل النون بأحد الحروف الموجودة عث عم عش هل هناك حرف مناسب؟ نعم عم حسناً نحاول نغير صوت العين من فتحة إلى كسرة عي عث عم عش لا يوجد صوت مناسب أو كلمة مفهومة نغير الكسرة إلى ضمة في أرحاف العين نقول عث عم عش هل هناك كلمة مناسبة؟ نعم عش عش الطائر إذن نكتبه في الفراغ عش وكذلك إن أردت أن تكتب عم فتكتبها عم بتشديد الميم وتنوينها بارك الله فيكم يا حبتي لاحظوا هنا يا حبتي أننا من هذا التدريب من خلال هذا التدريب ماذا نفعل؟ نتدرب باستبدال بعض من الحروف واستخدام الحروف الجديدة واستخدام الحركات التي نعرفها الضمة إن لم تناسب نغير حركة الضمة مثلا إلى فتحة أو كسرة كما في المثال الثاني لاحظتم يا حبتي في في غيرنا صوت الكسرة صوت في إلى ف لتضبط وتصلح مع حرف الميم فم وهكذا بارك الله فيكم ننتقل الآن يا حبتي إلى التدريب الجديد في هذا التدريب بارك الله فيكم كما هو واضح أمامكم لدينا كلمات مقسومة وأيضا مباثرة المطلوب هو يا حبتي هنا في السؤال كما أخذنا في السابق أصل المقطع الساكن هنا مقطع ساكن لاحظوا حرف متحرك حرف ساكن بما يناسبه بما يناسبه لأكون كلمة وردت في دروس الوحدة نلاحظ يا حبتي المقطع الأول تع تع حسنا نختار ما يناسبه نقول تع لس تع د تع رأ تع تذر تع ب المقطع الذي يناسبه هو تع تع تذر تعتذر تعتذر حسنا المقطع الساكن الثاني يج يج لس يج د يج رأ يج ب حسنتم يج لس يج 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 حسنا قر لاحظوا القاف مجمومة قر قر د قر رأ قر ب احسنتم قرب قرب حسنا يق يق احسنتم يقر يقرأ آخر مقطع عند 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 بارك الله فيكم أحسنتم ننتقل يا حبتي للتدريب الإثرائي التالي أرتب الكلمات في كل مجموعة في كل مجموعة لدينا كلمات مباحة رح نطلوب أن نرتب الكلمات لأن نكون جملة مفيدة مع الابتداء بالكلمة الملونة نبدأ بهذه الكلمة لاحظوا هنا دروسا من أمي أتعلم وأبي مفيدة حسنا أبدأ بأتعلم فماذا أقول أقول ماذا أقول أتعلم من أمي وأبي دروسا مفيدة حسنا هل هناك إجابة أخرى نعم أستطيع أن أقول أتعلم دروسا مفيدة من أمي وأبي المهم أننا بدأنا بالكلمة الحمراء إذن نكتبها أتعلم دروسا مفيدة من أمي وأبي حسنا إثنان أقاربنا نشارك أحزانهم أحوالهم نتفقد و حسنا نبدأ بالكلمة الملونة إذن الكلمة الملونة على طول نعطيها رقم كم نعطيها رقم واحد دائما نشارك أحزانهم أو أقاربنا أو أحوالهم أو نتفقد أو أحسنتم نشارك أقاربنا نشاركهم ماذا أحوالهم أو أحزانهم أحسنتم نشارك أقاربنا أحزانهم و نتفقد أحوالهم إذن نكتبها يا أحبتي نشارك أقاربنا أحزانهم و نتفقد أحوالهم إذن يا أحبتي من خلال هذا التدريب كنا و استفدنا من الكلمة الملونة لتفكير في تكوين وتوليد جمل جديدة مفيدة باستعمال الكلمات المعطاة لنا و بالبدء بالكلمة المعطاة لنا فكرنا و بحثنا و قرأنا و وصلنا إلى هذه النتيجة سويا و هذا يا أحبتي ما يثنينا بمشيئة الله في مهاراتنا و محصولنا و مفرداتنا اللغوية وصلنا يا أحبتي إلى أنهاء الدرس الإثراعي السلام عليكم و رحمة الله